في زمن الحوار بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل يتجه العماد ميشيل عون إلى عقد مؤتمر صحفي انتخابي بامتياز من أبرز بنوده إعادة طرح اقتراح اللقاء الأرثوذكسي وهنا يطرح السؤال انفتاح العماد عون على الرئيس سعد الحريري إلى أين بعدما أقام الأخير مع حلفائه في 14 أذار جنزة الأرثوذكسي أكيد سيكون في مؤتمر صحفي للعماد عون الأسبوع المقبل مبدئياً لإعلان موقف من هذا الموضوع عنوان انتخاب نحن نعتبر أنه بهذه المرحلة بالزيت بموايزات إصرارنا وجهدنا على إتمام الاستحاء الرئاسي أيضاً التحضير للاستحاءات الأخرى وما نوصل لأخر تكي وما عندنا ما فيه عنوان انتخاب جديد الأرثوذكسي كان أحد الحلول نحن طرحينا لأنه هذا بشكل أساسي مؤتمن على المناصف الحقية اللي نصع لنا الدستور أي طروح أخرى بديلة يجب أن تكون بزيت الروحية وزيت الخلفية سيكون موضوع عنوان انتخاب في صلب أيضاً النقاش مع طيار المستقبل في المقابل يرى طيار المستقبل أن ما ينوي رئيس تكتل التغيير والإصلاح القيام به انتخابياً هو في غاية الخطورة وقد يجر لبنان إلى المجهول فيه خريطة سياسية جديدة هم تنرسم بالمنطقة نحن بعدنا بيه على مستوى مين بزيت شعبوياً أكتر من الثاني مين قادر يعمل بوينتاج وصنداج أنه والله هو عنده تمثيل مسيحي أكتر من الثاني والعالم كله بقطر هذه بغاية الخطورة نحن كطيار المستقبل لن نسير بهذا الأمر وموقفنا واضح بأولوية انتخاب رئيس إذن هل تشكل الانتخابات النيابية التي يريدها التغيير والإصلاح ويرفضها المستقبل قبل انتخاب رئيس للجمهورية الشعرة التي تقسم ظهر البعير بين الفريقين